وهكذا عبرنا بسلام الرياح مواتية اللي رادها شمال جد شمال والي رادها غربية جد غربية والجنوبية الشرقية دومها مواتية المعنى انو الانتخابات جرت بدون عواصف واعاصير والنتائج راح تعلن في خلال اقل من 24 ساعة من الان بشكل اولي وراها تبدي مرحلة الطعون فهل وضعت المفوضية دروع واقية تمنع اختراق الرماح لجسد العملية الانتخابية نعم المفوضية قامت بالمهمة بنجاح وهذا الشي واضح جدا بهذا ما متوقع الطعون اللي راح تصير تخدش المصداقية المعقولة لهاي الانتخابات نسب المشاركة قبل الظهر كانت ضعيفة جدا ودون الطموح لكنها تساعدت قليلا ورمى صلة وصلاة الاستخارة وهالشي جدا كان واضح للمناطق الفقيرة في حين المناطق الراقية نسب المشاركة بها ظلت منخفضة النتيجة النسبة العامة مقبولة اياسا لارتفاع دعاوى المقاطعة اللي استمرت اشهر لوجستين صار تلكع الصبح من بين 56 الف محطة تعطلت المئات من اجهزة التحقق وتسريع النتائج بمختلف المحافظات لكن المفوضية سارعت لاصلاحها ومشت الامور بشكل جيد الوضع لا يقارن مطلقا باللي صار بانتخابات 2018 مراقبين الامميين كان وضعهم مرضي واليات الانتخاب مسيطر عليها بالتالي النتائج راح تحظى بالشرعية وتحوز رضا محلي ودولي اكثر بكثير لما جرى بالانتخابات السابقة بالنسبة للقوى السياسية اللي يتوقع ان تتبخض عنها عملية الاقتراع يبدو ما راح نصادف تغييرات مؤثرة بالمشهد قد تصعد حجوم بعض الكتل القديمة او يضعف تمثيل كتل اخرى لكن بالاخير المعادلة او صورة عامة راح تبقى نفسها بدون تغيير جوهري والتحالفات التقليدية راح تتجدد هذا معناه استعادة نفس اليات ما بعد 2018 سواء بتشكيل الحكومة او بسير عمل البرلمان وتوازناته هنا لازم نقول ان قوات شرين ستكون الغائب الابرز عن هذه الانتخابات اذا ما استثنينه المفاجئ اللي قد يحدثها امتداد في الناصرية اذا فقد عبرنا والسفن رست على الساحل المتوقع كل سفينة حمولتها من المقاعد وبانتظار مراثون تشكيل الحكومة وتقاسم المناصب وهذا راح يبدأ بمجرد اعلان النتائج باتشر ومعرفة حجوم الكتل البرلمانية لا مفاجآت كبيرة ولا عواصف وإلى اللقاء في الانتخابات القادمة